تتكرر اعمال الاغتيالات بعدا في ظل وضع سياسي وامني منفلت تعيشه المدينة ففي وضح النهار اغتال مسلحان مجهولان مسؤولا امنيا في عدن وقالت مصادر امنية ان المسلحين اطلق النار على نائب مدير امن المنطقة الامنية السابعة العقيد عبد الكريم عبد الله واكدت المصادر ان الضابط الامني اغتيل وهو يتناول وجبة الافطار في احد مقاهي مديرية الشيخ عثمان توفى المسؤول الامني على الفور ولا ذمر التكب والجريمة بالفرار لتضاف الجريمة الى ملف الجرائم المجهولة التي تشهدها عدن في ظل انفلات امني وعدم قدرة الاجهزة الامنية على ضبط الامن في المدينة خصوصا وان عدن تعيش صراعا سياسيا على وحدة القرار الامني الذي تهيمن عليه وحدات امنية تتبع الامارات اتت جريمة اغتيال نائب المنطقة الامنية السابعة بعد يومين من اغتيال جنديين من افراد الامن في عملية ارهابية تبنى هداعش وتشهد عدن منذ اكثر من عامين سلسلة عمليات ارهابية متكررة استهدفت منتسبي الامن والجيش ومسؤولين محليين وايمة مساقد ومنذ بداية يناير من هذا العام نفذت عشرات الاغتيالات طالت مسؤولين امنيين وايمة مساقد وسهدف مجهولون برج بث اذاعة بندر عدن وقامت قوات الحزام الامني باقتحام وإحراق مقر مؤسسة الشموع للصحافة يعود القرار الاول للجهاز الامني والعسكري في عدن لدولة الامارات ويتهم يمنيون هذا الجهاز بالفشل في ضبط الاختلالات الامنية الاختلالات التي تستمر في حصد ارواح ابناء المدينة واغتيال روح التسامح والتعايش فيها